غرف عسكرية عديدة شكلت على هذه الأرض جمعها بقي مرهونا بزمن وينتهي ثمت عيون تراقب الشمال الحاضن لغرفة عمليات عزم التي أبصرت النور في الحادي عشر من شهر تموز الفائت تلى ذلك انقسام للفصائل حياله ثمت من يراه شقا للصف وآخرون يرونه خلاف ذلك تماما اليوم وبعد مرور نحو شهر ونيف على تشكيل عزم تتوالى بيانات الانسحاب منه انسحاب لفصائل كانت قد انخرطت في الغرفة لكنها لم تلقى حيزا يناسبها كما تقول لكن لبى الغرفة ومؤسسيها الأوائل ما زالوا فيها حتى اليوم بقاء قابله إعلان كل من فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه ولواء سقور الشمال عن انسحابهم بشكل كامل وأرجعت الفصائل انسحابها بسبب عدم منحهم تمثيلا عسكريا لكيانهم ضمن الغرفة وتجاهل مطالبهم أمام تراجيدية الانشقاق المعتاد في الشمال ما مستقبل الغرفة وأي فرصة لها في ريف حلب هل يعني الانشقاق بداية النهاية أم أن الغرفة باقية وأن وجودها لن يتأثر لكونها ضرورة للخروج من حالة الفوضى في الجسم العسكري ما بين تبرير الانشقاق وتبرير البقاء تطرح التساؤلات عن أسباب كل ما يجري ضمن مؤسسة يفترض أنها جامعة لجميع تحت مظلتها ألا وهي وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التي بقيت صامتة أمام ما يجري في الشمال وهل يفتح الانشقاق هذا مرحلة جديدة في العلاقة الداخلية بين الفصائل العسكرية في المنطقة